السلام عليكم وزيكم يا جماعة أخباركم ايه نحن ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع مهم اللي هو كسر الساق الغير ملتقم نحن اتكلمنا قبل كده في كسر الساق الغير ملتقم على أعلى حتة في الساق نحن النهاردة هنتكلم على الجسم واحد من ضمن أشهر الكسور اللي ما بتلتقمش في جراحة العظام أنا الدكتور أحمد العطار استشارة جراحة العظام والعمود الفخر مبدئيا كسر الساق اللي احنا جبسناه أو عملنا له مصمر نخاعي أو تركب له شريحة الوقت المتوقع انه هو يلم من 3-6 شهور تمام طيب فيه خلي بالكم قبل عدم اللقام فيه تأخر اللقام يعني تأخر اللقام يعني مثلا نوصل لست شهور ولسه ملمش بس فيه تطور في الأشعاعات عشان لما أنا أجي أقول ان ما فيش تطور في الأشعاعات وعدينا الست شهور والقلم عمال موجود مش راضي يقل يبدا اسمه عدم لقام أما تأخر اللقام يعني ما بيني وما بينكم احنا ممكن نستطيعنا لغاية 8 شهور بس تتبقى الأشعاع بتتغير وفي نفس الوقت احنا ممكن نتحرك بدري عند 3 شهور و4 شهور لو الأشعاع ما بتنطقش ما بتتحركش من مكانها لو الأعراض على المريض ما بتتغيرش العكس الألم موجود أو بيزيد ساعتها من نتحرك يعني فكرة المدة وارتباطها بالتقام وعدم التقام وتأخر التقام للكسر مرتبط ارتباط كل بالشكل بتاع العرض زائد الأشعة وضعها إيه ثابتة ولا بتتغير طيب ليه قلنا ان هو واحد من أشهر الحاجات لأنه من أشهر الكسور أصلاً اللي بتحصل فبالتالي على الرغم من النسب اللي أم في عظمة الصاق نسبة يعني مثلاً واحد ل4% بحد أقصى من 1% ل4% يعني كل 100 حالة ممكن يبقى فيهم حالة 2 دي مش نسبة كبيرة بس هو في الحقيقة هما مش 100 حالة هما هما مثلاً مثلاً 100 ألف حالة فاللي بيطلع منهم الواحد في المية أو الاتين في المية اقتار النسبة نفسها ضعيفة بس كمن من أصل الرقم كبير فبيطلع الرقم كبير طيب وإيه السبب إحنا مبدئياً كده التشريح إحنا قلنا قبل كده أعلى أكتر حتة فوق واتكلمنا عليها هو الأعلى ده وصل لغاية المفصل ومش وصل لغاية المفصل إحنا مقجرين شوية موضوع المفصل دلوقتي أعلى عظمة الساق من غير ما يوصل للمفصل اللي هو خارج المفصل والجسم ده كله والجزء السفلي إحنا اتكلمنا على أعلى دلوقتي الجسم وبعدين بنتكلم على الجزء السفلي طيب إيه الأسباب هنعدها ونزدها في كل مرة يا جماعة التدخين التدخين ده أهم حاجة يعني بنرجع نقولها يعني للأسف طب بطلوا بس في فترة اللي هو اللحام لغاية لما الأمور تستقروا وبعد كده هو تبقى شوف أنت عايز تعمل إيه 60% من الحالات 60% من المدخنين بيبقى فرصتهم أعلى بكتير قوي لعدم الالتقام من الغير مدخن يعني إحنا دايما بنقول في العظم أنه لهوش ثبت بس التدخين هو واحد من ضمن العوامل القوية المباشرة لحدوث عدم اللحام طبعا الصديد بس الصديد عادة بيأخر يعني بيمنع بس عادة هو بيأخر طيب السكر المناعة سوق التغذية سوق التغذية يعني يعني في حاجات إحنا ما بنبقاش قادرين نتدخل فيها لو الواحد أصلا ضعيف أو 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 عنده أمراض مزمنة ربنا يعافي الجميع زي الكلا مثلا وبيخد لها مثلا كورتزونات مثلا فبتبقى المناعة ضعيفة يعني يعني ده كده يعني قدر يعني إحنا مش بنقدر نتحكم في الكلام ده بس لا أنا مرياش نفس إن أنا أكل ده 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 نوع من أنواع الاستهتار في فرق ما بين الاتنين الكسر مفتوح أو لا أو على فكرة ده واحد دلوقتي بقى من أقوى العوامل إذا كان الكسر من الأول مفتوح يعني العظمة في الشارع ولا لا لما تبقى العظمة في الشارع بتبقى النسب حدوث عدم الالتقام أعلى ده طبعا من العوامل اللي إحنا ملناش علاقة بيها الحادثة يعني أقصد مش تأثير من المريض أو الطبيب نوع العلاج نفسه في أنواع من العلاجات ما بتبقاش مناسبة لأماكن يعني إحنا لما بنجي نقول إن فيه كس أعلى الساق أسفل الساق في المنتصف كل مكان بيبقى ليه علاج معين فلو حطينا واحد مكان واحد يعني مثلا الكسر لنحية المفاصل ما بنفعش يركب لها المصمار النخاع ده مثال لو ركب المصمار النخاعي بيبقى فيه احتمالية إن يحصل فيه حاجة زي كده أعلى طيب طب الكسور الغير ملتأمة بتاعة الساق ده بحر يعني إحنا دلوقتي غير ملتأم بعد جبس ولا شريحة ولا مصمار نخاع كل واحد بيبقى ليه طريقة في العلاج طيب إحنا قلنا قبل كده إن الكسور الغير ملتأمة ديت إما أصلا العظم فيه دم بس ما ملتأمش أو ما فيهوش دم أصلا طريقة علاج ده غير طريقة العلاج ده طيب الحدثة كانت ما حصلش ما حصلش التقام لإن فيه جزء مفقود من العظم يعني مثلا كم سنتي كل كم سنتي ليهم طريقة في العلاج نعوضهم إزاي طيب مع عدم الالتقام ده بقى كمان فيه عوجة داخل لجوة طالع لبرة قدام وورا كلام زي كده هو ده لي طريقة العلاج ملوث ولا أقو دي قصة كبيرة قوي إحنا من النهاردة بنتكلم على الحاجات الخفيفة بمرور الوقت هنعلي إن شاء الله طيب الأعراض بتاعة الكسر الغير ملتأم مش عارف لسه تحسن مش عارف استخدم الطرف يعني زواء كان الطرف علوي ولا طرف صفلي إحنا منتكلم على الصاخ ده الطرف السفلي بس عموما مش رادي يرجع للوظيفة بتاعته الألم مش رادي يسكت ودرجة غير مقبولة يعني مش مش ألم البسيط حاجة بسيطة حبيت أدول بتزبط الدنيا لا الألم مش قليل أو لقد لله فيها بقى التهابات صديدية يعني فيه جرح وبيطلع مشكلة ومش رادي تسكت أو بتزيد دي الأعراض عموما الأشعات المطلوبة برضو عموما إحنا بنطلب الأشعات العادية والأشعات المقطعية وساعات الرنين الأشعات العادية الأشعات المقطعية لا تغني عن الأشعات العادية يعني الأشعات العادية دي مش عايزين نقول إنها أهم من الأشعات المقطعية دي ليها دور ودي ليها دور علاج الكثور بقى بصوا يا جماعة إحنا دلوقتي قلنا قبل كده ان المفروض ان انا مستنى ان الصغد يتلم بصرف النظر عن العلاج طريقته ايه جبس مصمر نخاعي شريحة بصرف النظر عن المدة هو المفروض الطبيعي ان هو يبقى من 3 ل 6 شهور طيب انا مش لايه اي تطور في الاشعاعات يعني فيش اي تغير من اي نوع برضو مش هستنى لل 6 شهور بيبقى لازم يبقى فيه علاجات تسرع الدنيا من ضمن اهم العلاجات اللي هي بدري عند الشهر مثلا الرابع او الخامس المجال الكهروماناطيسي اللي بيتعامل عند تكاثرة العلاج الطبيعي ده مهم جدا لان هو ممكن يغنيني عن العلاج زائد المقويات وكلام زي كده هو بس من بدل نبقى عارفين ان الدنيا لا تطور فيها فمش لازم نستنى عند 6 او 7 شهور في عندنا طرق للعلاج التحفظي في النص تغني عن التدخلات الجراحية ان شاء الله خلي بالكم بالمجال الكهروماناطيسي ده ممكن الدرجات اللحام بتوصل اكتر من 85% من الحالات يعني لو احنا عندنا 10 حالات غير ملتامة 8 منهم بيلموا بسبب المجال الكهروماناطيسي طيب والعلاج بقى طيب لو احنا دخلنا في الشق الجراحي هيعتمد على كل التأسيمة اللي احنا قسمناها قبل كده يعني هل هنشيء لو هو متجبس هنعمل ايه شريحة ضاغطة ترقيع عظمي مصمر نخاعي هننضف الجلد الاول على حسب كل التأسيمة اللي فاتت قبل كده هندي الامثلة البسيطة قوي يعني مثلا ده يا جماعة كسر اعلى الساق وكان متأخر في اللحام كل اللي اتعمل اللي هو تحطله اللي هو المجال الكهروماناطيسي بتبقى زي حزام كده متوصل بسل وبيطلع المجال الكهروماناطيسي بيزود في لقام العضم فبقت العضم طوبة طيب بالنسبة بقى الجزء الجراحي بصوا جماعة ده مثلا حالة متعلجة بجبس العضم ما لحمش بعد اربع شهور كل اللي عملنا ان احنا كسرنا عضمة الشازية هنا هو لانها مش راضية تخلي العضمة تنضغط على بعض ده متمعمول بالجبس يعني كان متعلج بالجب يدوبك اه تلت شهور كمان كانت الدنيا لحمة تماما ومن غير ما نعمل حاجة طبعا مشكلة الجبس تيبس الرجبة بس هو كان من الاول واخد القرار بالعلاج الايه التحفظي طيب ده واحد تاني معموله مصمر نخيع والعضمة هنا هو بعد خمس شهور لسه مش راضية تقفل كل اللي بنعمله بنشيل مصمر زي دوت هنا هو بحيث ان السق ينزل يعني ينضغط لما تشيل المسامير العرضية بتنضغط المصمر العرضي ده مش مهم المهم ده او انك تشيل اللي اتنين اللي تحت احنا شلنا اللي فوق كده هو فايه فالعضمة لحمت شلنا اللي كان هنا مصمر اللي هنا فيه تدخلات بسيطة من الاول عشان تبنع المشاكل دي شوفوا بدل بقى ما هنا يتشال هو تقديبا المسامير الكسر اللي بنفسها عايزة تنزل تنضغط بنسيبه في حاله هو بيبقى جاية الان ده المصمر الكسر لا المسامير العرضية دي مش مشكلة وبيبقى العظم بيحاول عشان ينضغط فالجسم المسامير بتروح جاية مكسورة بنسميها حتى ايه يعني العملية دي بنسميها ديناميزيشن يعني بنشيل مصمر أوتو ديناميزيشن يعني الواحد هو من غير ما حد يجي ناحيته هو ايه ديناميز نفسه بنفسه وبعدها على طول بشهرين بقى الطوبة بالشكل دو انا اللي عايز اوصله لكم في المحاضرة دي ان احنا مش عايزين لا نتقدم ولا نتأخر في العلاء والعوامل المساعدة اللي هي تساعدنا في ان احنا نعمل اللي علينا عشان نقل الفرص لعدم الالتقام لازم تعملها حاضرة مش 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 شطارة ان الواحد يستهطر وبعد كده تحطر مشكلة طبعا انت حديدا بتكلم على التدخين صحة حضراتكم تهمينا السلام عليكم